اسم التجربة ملاحظة التضاغط والتخلخل في موجات النابض الهدف من التجربة أن يلاحظ الطالب التضاغط والتخلخل في موجات النابض عناصر الأمن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استعمال النابض أدوات التجربة نابض لولبي خطوات إجراء التجربة نشد النابض اللولبي على أن لا نبالغ في ذلك نثبت أحد طرفي النابض نحرك الطرف الحر من النابض جانبيا لتوليد موجات فيه نراقب الموجات خلال انتقالها في النابض إلى أن تصل إلى الطرف المثبت فنلاحظ تكون أماكن تضاغط وتخلخل في النابض نولد موجات في النابض بضغط عدة لفات عند أحد طرفيه ثم نتركها فنلاحظ انتقالها خلال النابض النتائج عند تثبيت أحد طرفي النابض وتحريك الطرف الآخر نلاحظ حدوث تضاغطات وتخلخلات في موجات النابض عند توليد موجات أكبر في النابض تكون سعة الموجة الطويلة أكبر فنلاحظ أن التضاغطات تكون أكثر تقاربا والتخلخلات أكثر تباعدا عن بعضها بعضا وتختلف بذلك عن الموجة الطويلة قليلة الساعة فاقتراب الحلقات في النابض من بعضها بعضا يسبب زيادة في تباعد الحلقات المجاورة حيث تعتمد سعة الموجة الطويلة على كتافة المادة في موقعي التضاغط والتخلخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر